اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبو القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته رحبوا بهذا الحضور الكبير والمهيب في احتفال اعتزازنا وافتخارنا بالشهداء بكل الشهداء الذين اجتمعنا اليوم في حفل تكريمهم وفي حفل تجديد البيعة لدمائهم ولأهدافهم اليوم نحن نحيي ذكرى هؤلاء الشهداء شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان شهداء حزب الله شهداء السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي شهداء كتائب القسام في لبنان شهداء سرايا القدس في لبنان شهداء المدنيين الذين استشهدوا ظلما على يد الصهاينة وبينهم صحفيون نتوجه الى بالدرجة الاولى الى عوائل الشهداء الآن نحكي عن شهداء الجبهة اللبنانية من لبنانيين وفلسطينيين نتوجه الى عوائل الشهداء بالتبريك لنيل أعزائهم وأحبائهم هذا الوسام الإلهي وبالعزاء لفقد هؤلاء العزة والأحبة من بين عائلاتهم سواء كان أبا أو أخا أو زوجا أو ابنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع ويمتد تبريكنا وعزاؤنا إلى كل عوائل الشهداء في قطاع غزة في الضفة الغربية في كل مكان ارتقى فيه شهداء في هذه المعركة معركة طوفان الأقصى التي أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وفي أكثر من ساحة وفي أكثر من ساحة الشهداء ألا ما حيحكي كثير عن الشهداء بعد كم يوم عنا احتفال يوم الشهيد إن شاء الله بنحكي أكثر لكن الشهداء هؤلاء فازوا فوزا عظيما يكفي أن نقرأ بعض آيات الله سبحانه وتعالى في حقهم ليكون ذلك موضع اعتزاز وافتخار لعائلاتهم ولنا جميعا ولنكون على يقين إلى المكان الذي مضوا إليه إلى العالم الذي رحلوا إليه إلى ما لا عين ورأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول الله سبحانه وتعالى عن الشهداء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلحوا بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصوا الله ينصوكم ويثبت أقدامكم وفي صورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين هم الآن أحياء الآن أحياء وليس المقصود في يوم القيامة في يوم القيامة كل الناس يكونون أحياء أما الآن الشهداء هم الأحياء الفرحون المستبشرون المتناعمون برحمة الله وفضله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون هنيئا لكل الشهداء للشهداء المقاتلين وللشهداء المظلومين للشهداء من الرجال والنساء والولدان والصغار والكبار هنيئا لهم انتقالهم انتقالهم إلى ذلك العالم إلى جوار الله وملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه وشهدائه حيث لا استكبار أمريكي ولا استبداد صهيوني ولا عدوان ولا قتل ولا مجازر ولذلك نحن من هذا الموقع الإيماني والعقائد ننظر إلى الشهداء ولعوائل الشهداء أيضا أقول لهم لقد مضى أبناؤكم وأعزاؤكم في معركة اليوم على وجه الأرض لو أردنا أن نبحث دائما كنا نقول هذا في الماضي لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية من الناحية الإنسانية من الناحية الأخلاقية من الناحية الدينية لن نجد معركة كمعركة القتال مع هؤلاء الصهاينة والغزاة المحتلين لفلسطين هذه معركة لا غبار عليها على المستوى الإنساني على المستوى الأخلاقي على المستوى الشرعي ولذلك هي من أوضح وأعظم وأبيا مصادق القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا ما يجب أن نعرفه جميعا اليوم نتوجه إلى عوائل الشهداء أيضا لنفتخر بهم لنعتز بهم لقد سمع العالم وسمعنا مواقفهم وكلماتهم التي تعبر عن الصمود والثبات واليقين والتسليم ورضى بمشيئة الله واختيار الله واصطفاء الله لأعزائهم شهداء وهذه هي قوتنا الحقيقية قبل السلاح قوتنا الحقيقية في هذا الإيمان في هذه البصيرة في هذا الوعي في هذا الالتزام العميق بالقضية في هذا الاستعداد العظيم للتضحية في هذا الصبر الذي لا حدود له الذي يعبر عنه آباء وأمهات وزوجات وأبناء وبنات وعوائل الشهداء وأيضا التحية كل التحية للشعب للشعب الأسطوري للشعب الذي لا نظير له في هذا العالم لأهل غزة وشعب غزة الذين شاهدناهم على شاشات تلفزيون كيف يخرج الرجل أو المرأة أو الطفل من تحت الأنقاض وقد دمر بيته واستشهدت عائلته ويصرخ أن كل ما قدمه هو فداء للمقاومة فداء للأقصى فداء لفلسطين هنا القوة الحقيقية وهنا الشعب الذي يعجز اللسان والبيان عن التعبير عن عظمته وعن جباروته وعن إيمانه وعن صموده وعن صبره وكذلك ما نشهده في الضفة الغربية من تضحيات وصمود وصلابة وشموخ وصبر وفي كل الساحات أيها الإخوة والأخوات اليوم أنا سأركز حديثي على الحدث المباشر لنفهم ما حصل ولنشرح موقفنا ولنحدد موقفنا ولنحدد المسئوليات ونتحدث عن الأفق طبعا ما يرتبط بالجو اللبناني والتضامن الوطني الموجود وجوانب عديدة وحتى فيما سأتعرض له سأشير أن هذا يحتاج إلى حديث مفصل في وقت لاحق لكن يجب في البداية أيضا أن نوجه التحية إلى كل الذين تضامنوا وتظاهروا وصرخوا وأيدوا وساندوا ودعموا على مستوى العالم من الدول من دول عربية أو إسلامية أو أمريكا اللاتينية إلى كل الشعوب إلى كل المواقف ويجب أن نخص بالذكر والتحية السواعد العراقية والسواعد اليمنية التي دخلت إلى قلب هذه المعركة المباركة أيها الإخوة والأخوات لماذا وصلت الأمور وماها خلفية ما حصل في سبع تشرين أول وعملية طوفان الأقصى طبعا سأتعرض إلى هذه الأمور باختصار لأنه لا بد من ذكرها ليبنى عليها الموقف معروف لكم وللعالم معاناة وآلام الشعب الفلسطيني منذ أكثر من خمسة وسبعين عاما فما في داعي هلا أن نريد نشرح كلكم تعرف هذا الموضوع لكن أوضاع السنوات الأخيرة في فلسطين كانت قاسية جدا وخصوصا مع هذه الحكومة المتطرفة والحمقاء والغبية والمتوحشة هناك أربع عنوين كانت ضاغطة في الوضع الفلسطيني العنوان الأول ملف الأسرة آلاف الأسرة من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعضهم مضى عليه سنوات طويلة بعضهم مرضى يعاني خطر الموت وليس هناك من يحرك ساكنا ومع الحكومة المتطرفة وهذا الوزير الغبي قام بالتشديد على الأسرة وعلى عائلات الأسرة مما جعل الأمور في بعدها الإنساني سيئة جدا العنوان الثاني ملف القدس والمزيد الأقصى وما تعرض له خصوصا في الأشهر الماضية وخصوصا في الأسابيع التي سبقت عملية طوفان الأقصى لم يكن له أيضا سابقة منذ احتلال القدس عام سبارستين ثالثا الحصار على غزة ترابت العشرين عاما هناك أكثر من مليوني إنسان يعيشون في مساحة ضيقة في حصار خانق في ظروف معيشية صعبة دون أن يحرك أحد ساكنا في هذا العالم العنوان الرابع المخاطر الجديدة التي بدأت تتهدد الضفة الغربية من خلال مشاريع الاستيطان الجديدة أيضا مع هذه الحكومة المتطرفة الحمقاء الغبية إضافة إلى أعمال القتل اليومي والاعتقال اليومي وهدم البيوت هذه ملفات كلها كانت ضاغطة وبقوة على الفلسطينيين وعلى حركات المقاومة في فلسطين وليس هناك في هذا العالم من يسأل لا أمم متحدة ولا مجلس أمن دولي ولا منظمة تعاون إسلامي ولا جامعة الدول العربية ولا اتحاد أوروبي ولا كل التكتلات الدولية المعروفة في العالم بل كانت قضية فلسطين وما يجري في فلسطين وكل هذه الملفات وكل هذه الملفات كانت منسية في آخر اهتمامات العالم إن كانت موجودة أساسا على لائحة الاهتمامات وفي المقابل كانت سياسة العدو تزداد صلافة وتغيانا وعطوا وإفسادا وظلما وقهرا وإذلالا إذن كان لابد من حدث كبير يهز هذا الكيام الغاصب المستبد المستعلي ترجمة نانسي قنقر